اشتركوا في القناة احنا عندها وقعات يوم السبت سبعة ثلاث القمر موجود في الاسد في منزلة الزبرة هاي المنزلة ممتازة للربح والحرية والصلاح والاصلاح طبعا انا بقدر احكي انه اليوم يوم جيد رغم انه هو القمر محروق او محترق لانه ما بعمل اي زوايا خلال هذا النهار ولكن في زاوية في اخر الليل رح تنعمل مع القمر ولكن بعد الزاوية هاي ما في اي زاوية رح تتشكل مع القمر يعني الا زوايا غير متصلة طبعا بما انه القمر موجود بالاسد معناته احنا في الفترة هاي بنكون اكثر كرم من مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت الانتباه وخصوصا انتباه الاخرين النا اما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل هذا اليوم هي زاوية تربيع سلبية بين القمر واورانوس رح تكون الساعة اربع وخمس دقائق بتوقيت جرينيش مساء يعني بعد الحلقة اه خمس دقائق تقريبا يعني في خلال بث الحلقة تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد قد يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصير منه ما هو غير متوقع اتجاه البعض يعني هذا امر سلبي مش امر ايجابي يعني مش مفاجئة واحد يدخل على واحد بوردي بوكي ورد بهدية قال بشوكولاتة بشغلة زي هيك لا هاي بيدخل بمصيبة طيب اما بالنسبة للقمر القمر حكينا انه موجود في برج الاسد دخلوه المسار القادم رح يكون يوم ثمانية ثلاثة رح يكون في تمام الساعة ثمانية واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعد هالقمر لبرج العذرة وبما انه القمر حكينا انه موجود بالاسد معناته اكثر اللي رح يكونوا مرهقين خلال فترة هاي هم اولا اللي مقابلهم اللي هم الدلو واللي رح يكون في البيت السادس تاعهم اللي هم الحوت واللي رح يكون في بيت متاعبهم اللي هم العذراء عمر القمر القمر الاحدب ثلاثة عشر يوم في تمام الساعة وحدة وست دقائق بعد الظهر بيصبح عمر القمر اربع عشر يوم نسبة الاضاءة بتكون تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب وتحركات الكواكب القادمة رح الشمس موجود في الحوت رح تظل يوم عشرين ثلاثة مزاجها ممتزج برضو اليوم القمر في الاسد حتى ثمانية ثلاثة المزاج سعيد عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم عشر ثلاثة المزاج منتحس الزهراء في الثور حتى ثلاثة أربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد نبتم في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج وسعيد وطبعا كلمة ممتزج أنه طول اليوم بظل يتقلب بين نحس وبين سعيد نحس وسعيد فإحنا بنحكي ممتزج ما بين السعودة والنحاسة اوصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتنجح في حملة ترويجية عشان هيك لازم اليوم تكون جريء في الطرح بتتصار على أحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض طبعا بما أن القمر موجود في بيتك الخامس فهذا بعطيك إيجابية اليوم على المستوى الحضوض وعلى المستوى العاطف ولكن ما رح يكون بالقوة اللي بتتوقعها يعني خلينا نشوف الخارطة الفلكية وبعدين بنحكي بالنسبة لبيتك الأول طبعا يعني أنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط في الصباح ساعة الصباح هيك نفسيتك بتكون منكدة أو هيك متحير أو مشغول أو عندك نوع من أنواع التوتر عشان هيك ما نقول لك أنه حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية مش الوضع طول النهار رح يكون على هذا الشكل يعني هي مدة ممكن ثلاث ساعات أو أربع ساعات خلال فترة الصباح أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو فارغ تماما يعني لا ما بدعمك لا بإيجابية ولا بسلبية فهو الوضع العادي هو اللي بتحكم فيك خلال فترة هذا النهار يعني طبيعتك أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الحركة والنشاط بتقدر تتحرك في أكثر من اتجاه بشكل إيجابي جدا ممكن تحصد كثير من النتائج خلال هذا النهار بتفاوض بجراءة بتناقش بثقة عندك سرعة بديهة عالية بتهتم بأحد الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات يعني ممكن بهاتف بسيارة بتصليح سيارة بصيانة سيارة بأي شيء له علاقة بهذا الأمر في ممكن يفكر بشراء سيارة اللي عنده امتحان رح يقدم الامتحان بشكل جيد واللي عنده يوم حابب أنه يخرج بنزهة أو بشمة هوا أو بتغيير جو برضو رح يدعمه هذا الأمر بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع فبقولك أنه فارغ من الحضوض ومن النحوس كمان يعني ما فيه أي تأثير بضغطك باتجاه البيت ولكن طباعك وعلى حسب تكوين البيت عندك بتكون الظروف أما بالنسبة لبيتك الخامس بيتك اللي موجود فيه القمر طبعا بما أنه القمر محترق ورح يكون إيجابي فشوي بدعمك بعطيك شوية حضوض بعطيك شوية أشياء إيجابية على المستوى العاطفي ولكن أنه ما بيقولك غامر واليوم مناسب جدا ورح يكون فيه معجزات لا رح يكون فيه إيجابيات ولكن مش بالشيء القوي الملفت للانتباه اللي أنت بتتوقعه أما بالنسبة لبيتك السادس فهو إيجابي جدا بدعمك على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل بتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال الموكلة لأيلك يعني عندك نشاط عملي جيد وبرضو عندك نشاط على المستوى الصحي جيد يعني فيه منكو ممكن يراجع مستشفى أو يراجع طبيبه أو يكون له فحوصات أو أدوية أو أشياء مثل هيك بيهتم بهذه المسألة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى بيت الشراكي الخالي تماما يعني لا فيه ضغط ولا إيجابي ولا سلبي هذا اليوم كمان أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الحدية على الأمور المالية يمكن يكون فيه نوع من أنواع المطالبات خصوصا في ساعات الصباح أو إشي يجبرك على المصريف أو يضغطك باتجاه المصريف فحاول أنك أنت تكون مستعد حاول أنك تقلل من مصريفك قدر الإمكان ورتب أمورك وفوترتك بدون عصبية أو توتر أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه برضو يعني قوة الحظ اللي كانت تدعمك في البيت التاسع اليوم تختفي يعني ما فيه قوة حظ موجودة فيه فبدأك تعتمد على جهدك الشخصي إذا كان عندك امتحان أو كان عندك سفر أو كان عندك تنقلات أو اتصالات خارجية أو أي شيء العلاقة بالبيت التاسع طبعا بدك تعتمد على جهدك الشخصي ما بدك تعتمد على الحظوظ في هذا البيت أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زال ضاغط عليك بسلبيته فعشان هيك ما فيه داعي للمغامرة بأي اتجاه أو بأي مجال ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع تشويه السمعة حاول أنك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل ولا رؤسائك بالعمل وإنجز العمل المطلوب منك بدون أي توتر يعني هيك بتقدر أنت تغطي جزء كبير من إطار المهم أما باقي ما باقي لا بدك تهتم بأي مجال ما يشويه السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فما يعني أقل من مبارح بالنسبة للحدية على بيت الصداقة أو بيت المعارف أو العلاقات العامة بتقل الضغوطات عليه فعشان هيك اليوم يعني بكون فيه نوع من أنواع القدرة على التفاهم معك أو ممكن أنك أنت تتعامل بدون عصبية أو حدية زيادة يعني بتقل عصبيتك شحطة درجة مش كثير يعني درجة يعني ما زالت عصبيتك وجنونك موجودات أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو تقريبا يعني شبه أنه برضو بيت المتاعب لأنه الشمس موجود في بيت المتاعب في الحوت وبرضو نبت في بيت المتاعب وبشكل زوايا يعني شوي غير منتصلة ولكنها إلها تأثيرات سلبية فعشان هيك بيت المتاعب بظل ضغطك تقريبا معظم أيام الشهر فعشان هيك منلاقي اليوم من الأيام الأقل بالضغط هذا يمكن لأنه وجود القمر في البيت الخامس قفف من الضغط من بيت المتاعب فاليوم أنت بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك حاول أنه برضو أنت ماترهك نفسك راقب وضعك الصحي حاول أنك أنت ما تدخل بمواجهات ولا مغامرات خلال هذا النهار يعني حاول تنجز الأشياء الضرورية جدا وتعامل على شكل روتيني مع معظم الأشياء العملية بدون ما تجتهد وتعصب وتدخل بصراعات ونقاشات حدي لأنه الأمور ما راح تكون لمصلحتك برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تلمس توتر على صعيد شخصي أو العائلة ممكن تتخلى عن موقف معين أو عن شيء أنت كنت متمسك فيه زيادة عن اللزوم الفترة هاي أنك تتنازل شوي اتجنب العمليات الجراحية خذ فترة متقطعة من الراحة استشير طبيبك طبعا هذا كله بسبب أنه القمر في البيت الرابع وهاي زاوية التربيع تعتبر مع برجك فبعمل لك نوع من أنواع التحذيرات طبعا أنا اختصرت في أشياء اللي هي استشير طبيبك والعمليات الجراحية حطيتها على أساس أنه موضوع البيت المتاعب يعني حاولت أني أختصرها بس بتوقعات بأسطر ولكن هو بالواقع يعني منقدر نقول أنه نفسيتك اليوم شوي يعني فيها نوع من أنواع التقلبات ولكن بشكل عام يعني مستقرة مش نحكي إحنا بالإشي المتعب يعني فيه نوع من أنواع ضغط على النفسية ولكن أنه أنت بتقدر تتعامل معها أما بالنسبة لبيتك الثاني فالأمور المالية شوي إيجابية بتدعمك بشكل إيجابي ممكن تنجز كثير من الأعمال المالية خلال هذا اليوم أو تفوتر أمور أو عملية سدادة ديون اللي بيشتغلوا بالعمل إضافي ممكن يحصلوا على أموال وممكن بعضكوا يحصلوا على هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم فيه عندك كثير من التنقلات والاتصالات والتحركات فيه منك ورح ينشط فيه اتجاهات معينة ممكن رياضة حتى يعني أنه يجي عباله أنه يمارس رياضة اليوم بدعمه هذا البيت بشكل جيد فيه نوع من أنواع التعامل رح يكون بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه أمور البيت فارغة لا حظ معك ولا سلبية تضغط عليك فعشان هيك الأمور زي ما حكناها بالنسبة للبيت أنه فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن أنك شوي تشعر بنوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة ممكن تتخلى عن موقف معين أما بالنسبة لبيتك الخامس فما في أي ضغط موجود عليه لا إيجابي ولا سلبي فأنت على طبيعتك رح تتعامل خلال هذا اليوم مع أمورك العاطفية أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور الصحية شوي ممكن تلفت انتباهك خلال هذا النهار ممكن تهتمه بوضع صحي أو تراجع طبيبك أو يكون عندك فحوصات طبية ممكن تأخذ فيتامينات مكملات غذائية أو تهتم بأي شيء حتى لو تهتم بوضع صحي طارق بتقدر تنجز كثير اليوم من الأعمال المكللة لك رغم بعض التورات يعني اللي موجودة وبتأثر عليك أما بالنسبة لبيتك السابع فالأمور جيدة على مستوى الشراك المالية والعاطفية ما بدنا نقول جيدة جدا ولكن جيد أنه ماشي حالها تقدر تتجارى معها وتتجاوب معها إذا تخليت عن عصبيتك أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم ما في حضوض بتدعمك في هذا البيت فعشان هيك ممكن تنشغل بعمر العلاقة بشراكة أو بتعويض أو أمور مالية أو مستحقات مالية حاول أنك أنت تمشي الأمور بعقلانية بدون ما تضغط حالك ممكن تهتم ببعض الفوترة أو سداد الديون أو المطالبات المالية حاول أنك تنجزها بدون ما تضغط حالك كثير وبدون ما تعصب أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا بقول لك أنه اليوم بدك تعتمد على جهدك وعلى قدراتك ما تعتمد على الحضوض نهائيا إذا عندك امتحان أو عندك سفر أو عندك تنقلات أو اتصالات خارجية أو أي شيء له علاقة بالبيت التاسع حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تعتمد على الحضوض نهائيا في هذا البيت أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه ما زالت بيت السمعة يعني الأمور في بيت السمعة ضغطة عليك فعشان هيك ما تدخل بأي مواجهات أو مخالفات قانونية أو مجازفات قانونية أو أي شيء ممكن يشوه سمعتك حاول أنك تنجز الأمور بعقلانية إنجز الأعمال المكلمة منك بدون ما تخليها تتراكم عليك وحاول أنك أنت ما تستفز أو تعصب على أحد زملائك أو أحد المسؤولين طبعا الأمور شوي ضغطة عليك ولكن بدك تتحمل الوضع هذا لحديث ما الأمور تمشي بشكل إيجابي وتكون معك الفترة باقي لها أكم يوم ضغطة على بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم الوضع أقوى من الأمس بالنسبة لبيت العلاقات والصداقات والمعارف اليوم ممكن تلتقي بصديق أو بجمعة أصدقاء خصوصا في ساعات المساء ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة ممكن تتعاون أنت صديق أو معرفي لحل مشكلة معينة أو مسألة معينة يعني بدك شوي أنت تهتم في أصدقائك شوي وتعرف مين اللي تستشيره ومين اللي ما تستشيره في خلال هذه الفترة أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه ما زال ضغط عليك وهو تقريبا طول الشهر رح يضل ضغط عليك بيت المتاعب فعشان هيك رح نظلنا نذكر بنفس المسائل كل يوم كل يوم رح نظلنا نحكي عن بيت المتاعب أنه إنجز الأعمال الضرورية راقب وضعك الصحي أخلد للراحة ما تكشف سرك لحدا ما تدخل بمواجهات مع حدا وحاول ما ترهق حالك كل يوم رح أحكي لك نفس العبارة هاي فما دول أنه ليش كل يوم بتكررها لأنه طول الشهر هاد بيت المتاعب رح يظل مشحون أولا مشحون بسبب الكواكب الموجودة الزوايا اللي بتتشكل مع برج الحمل في زوايا بتتشكل مع نفس برج الحمل فعشان هيك بتضغطك لأنه يعتبر بيت متاعبك واثنين بالنسبة للشمس كمان أقل من أسبوعين رح تنتقل وصير في بيت متاعبك في برج الحمل برضو بتضغطك يعني بدي أظل أنبه فيك الفترة القادمة كاملة عن بيت متاعبك وهذا ذكرت أنا في توقعات الشهر اللي بدي أسمع توقعات الشهر موجود الروابط كلها في صندوق الوصف برج الجوزاء تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لديكم تعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع الحالي لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات طبعا القمر موجود في بيتك الثالث يعني بعطيك نوع من أنواع الإيجابية ولكن خلينا نشوف الخارطة الفلكية بالنسبة لبيتك الأول يعني أنا شايف أنه العصبية بتسيطر عليك خلال هذا النهار مزاجك شوي متعكر رغم أنه شم يعني القمر موجود في بيتك الثالث ولكن أنت شوي عصبيتك الزيادة خلال هذا النهار بدك تحاول أنك تمسك عصابك وما تعصب اشحن حالك بطاقة إيجابية اقدر أنك أنت تتعامل مع الأمور بنفسية غير بدون ما تحتد أو تعصب بالنسبة لبيتك الثاني يعني الأمور ما فيها لا إيجابية ولا سلبية يعني ما في فرص تعطيك أو تأخذ منك الوضع أقل من الطبيعي يعني إشي عادي لا سلبية ولا إيجابية فالأمور المالية بتتحرك فيها على حسب نشاطك أنت وعلى حسب ما بتنجز خلال هذا النهار وإذا كان عليك أنت ديون ففعليا اليوم أنت رح تكون يعني ملتزم في بعض الفوترة أو الأمور اللي إلها علاقة بالسداد أو المشتريات ولكن دير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة لبيتك الثالث ففعليا اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات لكن العصبية بتضغط عليك بشكل كبير يعني حاول أنك أنت تتعامل مع الأمور بنوع من أنواع دبلوماسية يعني بدون عصبية بدون توتر وتشنج يعني يخلي أمورك شوي أنت تكون أنت مركز عليها ومسيطر عليها مش هي اللي مسيطر عليك أما بالنسبة لبيتك الرابع ممكن اليوم يزيد الاهتمام عندك في بعض المسائل المنزلية أعطال صيانة ترميم مشاكل حل بعض القضايا اتصال مع أحد الأخوة ترتيب أشياء عائلية يعني منكم ممكن أنه يهتم بصحة أحد المقربين لإلوه أو ينشغل بشيء إلو علاقة بالصحة يعني تطالعك فترة برضو إيجابية ممكن تهتم بصيانة أو بسكنة جديدة أو بترحال أو بأمور إلها علاقة بالنقل أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا بقولك أن الفترة هاي يعني ما رح تكون قوية على المستوى العاطفي يعني أقل من العادي فعشان هيك ما تعتمد على الحضوض في الأمور العاطفية حاول تتعامل بدبلوماسية بتواصل مرن جدا مع الحبيب على أساس أنه ما تكبر الفجوة ما بينك وبينه ما تحتد الأمور وما يصير فيه مشاكل أو خلافات ما بينك وبينه أما بالنسبة لبيتك السادس اليوم ممكن يعني شوي تهتم بوضع صحي أو بمراجعة طبيب أو أدوية جديدة أو أدوية أنت متعود أنك أنت تأخذها يعني فيه من نوع من أنواع الضغط على المستوى الصحي أو الاهتمام الصحي حاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك وحاول أنه إذا شعرت بأي عراض جانبية أنك تستشير طبيبك أما بالنسبة لبيتك السابع فهو خالي تماما لا معك ولا ضدك على مستوى بيت الشراكة فعشان يمكن أن نقول لك وضعك أنت والشريك هو اللي بيحتم عليك نوعية العلاقة اللي رح تكون خلال هذا النهار يعني إذا بينك مشاكل فاليوم فيه مشاكل إذا أنت وضعك طبيعي فاليوم طبيعي يعني طبيعة العلاقة هي اللي بتحتم على البيت هذا كيف يكون أما بالنسبة لبيتك الثامن فدير بالك من المصاريف خصوصا في ساعات الصباح وفي ساعات المساء ممكن تتكاثر عليك الضغطات المالية والمصاريف ممكن تحتد في مسألة معينة إلى علاقة بالمصاريف حاول أنك تعالجها بعقلانية بدون توترات ممكن تصير بعض المطالبات أو الالتزامات نحو واحد من الشركاء يعني ممكن شركة زوجتك تكون تعبانة أو تحتاج لمشترى معين أو شيء معين فأنت تهتم في مشترى هذا الأمر حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك برضو على الأمور الضرورية جدا أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم لا بضغطك كثير الأمر فعشانك ما تعتمد على الحضوظ نهائيا في تنقلاتك ولا بسفراتك ولا في أمور امتحاناتك حاول أنك أنت تتعب على نفسك شوي وما تعتمد على الحض يعني منقدر نقول أنه البيت هذا شوي في نوع من أنواع الضغوط المنتحسي فعشان هيك إذا عندك امتحان بدك تدرس مزبوط إذا عندك سفر بدك تهتم بأوراقك بدك تهتم بمعاملاتك بدك تهتم بأغراضك عشان ما تنساش منها إشي وإذا أنت اللي بتقود السيارة على الطرق المفتوحة بالسفر من بلد لبلد بدك تنتبه ما تغامر وما تطيش وما تندفع بالقيادة خوف من الأعطال أو من الحوادث يعني بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت المتاعب فما زال ضاغط عليك فعشان هيك ممكن تشعر اليوم في نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع الضغط بوترك أو بضغطك بضغط نفسيتك بيخليك تعصب أو بفتح لك مجالات للمغامرات الخاطئة فعشان هيك حاول أنك ما تدخل في أي مجازفة أو بأي مخالفة قوانين أو بأي مواجهة مع رجال الأمن أو بأي شيء بيشوه سمعتك حاول أنك تمسك حالك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا بقولك أنه الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى علاقاتك مع الأصدقاء في نوع من أنواع التوتر ممكن أن اليوم أنه يكون أقل من الأمس ولكن أنه ما زال فيه سوء تفاهم موجود ما بينك وبين أحد المعارف أو الأصدقاء وما زال النقاش في هذا الموضوع أو ما زالت أنت بتفكر في هذا الموضوع حاول أنك أنت تطلع من سلبية الجو هذا على أساس أنك أنت تقدر تفكر في أمور ثانية أهم من هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فطبعا لا ما زال ضاغط فعشان هيك بدك تدير بالك إنجز الأعمال الموكلة لإلك ما تتأخر عن دوامك ما تضغط حالك صحتك شوي منعتك نازلة فحاول أنك تنتبه ما تتعرض لخوفا من الأمراض الخفيفة يعني رشح فلوانزة شغلة زي هيك يعني بدك برضو تنتبه لأعصابك وعضلاتك وشد العضلي فيه نقطة ضعف موجودة عندك فبدك تنتبه من هاي الأمور حاول أنك أنت تتراقب غذائك وحاول أنك تخلد للراحة مرج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة عالج نوع من أنواع الاستحقاقات المالية لا تتسرع بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل ممكن يطمئل بالك أو خواطرك نوعا ما من شيء معين وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل بالنسبة لبيتك الأول يعني أنت اليوم أحسن وضع حتى نفسيتك أحسن من الأمس مشحون بطاقة إيجابية عندك كثير من الأمور اللي أنت حابب تتحرك لها أو تنجزها خلال هذا النهار يعني فيه إيجابية قوية بتدعمك خلال هذا النهار في هذا الباب أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية جيدة اليوم ممكن أنك أنت كل اللي إحنا ذكرناه في بداية التوقعات أنه يصير معك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات ولكن ما تعتمد على الحضوض كثيرة لأنه الحظ ما بدعمك بشكل كبير عشان هيك تحرك على الأشياء المهمة وضرورية وحاول أنك إذا عندك امتحان تستعدله تدرسله أثناء القيادة ما تتهور حاول أنك تراقب قيادتك على أساس أنه أنت ما تتعرض لمشاكل ما تصرح هيك ويشت مخك أو تندفع تتهور تصير بدك أنت تعمل حركات في السيارات فبلاها اليوم أما بالنسبة لبيتك الرابع فشايف أن الأمور على مستوى البيت أحسن في نوع من أنواع التواصل على مستوى البيت الأمور هذه بتقدر تتواصل مع أهل البيت بعقلانية أكثر كمان من الأيام اللي مضت ممكن اليوم تهتم في مسألة بيتية أو عائلية أو نقاش عائلي أو بعض المشتريات العائلية أو تهتم في سكن أو ترحال أو بيت جديد أو أشياء لها علاقة بخضم البيت أو أهل البيت يعني مع أخوتك خواتك أبوك أمك شغلة زي هيك وممكن تهتم بصحة أحد المقربين أما بالنسبة لبيتك الخامس فاليوم تماما بدك تنسى الأمور العاطفية يعني حاول تأخذ إجهازة بنصحك نصيحة حاول تأخذ إجهازة خلال هذا النهار الوضع العاطفي يعني بنصحك نصيحة تأخذ إجهازة خلال هذا النهار الوضع العاطفي يعني مش ولابد مش بالقوة يعني فعشان هيك عشان ما تدخل بخضم مشاكل أو حدية في الطباع أو بعض التوترات العاطفية أو بعض المشاكل اللي أنت ممكن تختلق مشكلة مع الحبيب فحاول قدر الإمكان اليوم يعني ريلاكس ريلاكس على الآخر بدك تكون أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور على مستوى البيت السادس جيدة رغم أنه أنت اليوم ممكن تهتم بصحتك أو بوضع صحي ممكن أنك أنت اليوم تأخذ أدوية أو تشتري أدوية أو تراجع الطبيب لصرف أدوية أو أمور صحية إلك أو لأحد المقربين ولكن أنه بالنسبة للعمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك يعني عندك طاقة لإنجاز أشياء كثيرة أما بالنسبة لبيتك السابع فبرضو ما قدرش أقول لك خذ إجازة من الزوج يعني فعشان هيك تعاملك مع الشريك برضو اليوم بدك تكون حذر فيه لأنه الأمور متوترة كثير على مستوى الشراكة فإن كان شراكة مالية أو عاطفية الحب إحنا حكينا بين الاثمين بيحبوا بعض مش متجوزين بالنسبة للشراكة شراكة متزوجين فعشان هيك الشركاء تحديدا يقعدوا مؤدبين مؤدبين جدا خلال هذا النهار لأنه الأمور شوي حادة فممكن اليوم أكثر من الأيام المضت اختلاق مشكلة من لا شيء هيك وتصير مشكلة كبيرة وما تقدرواش تسيطروا عليها فبتكون تهمسكوا عصابك أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه الأمور المالية هي السبب في المشاكل أو بعض يعني أهم العناصر في المشاكل هي الاهتمامات المالية أو الديون أو الالتزامات المالية أو الضغط المالي أو المطالبات المالية أو الفوترة المالية يعني أي شيء العلاقة في المال هو اليوم ممكن يكون سبب في مشكلة ما بين الشركاء فعشان هيك حاولوا تمسكوا عصابك ومشوا هاليوم كيف ما كانت تكون ممكن اليوم برضو بعضكوا يفقد أوراق إلوه أو مقتنيات لإلوه أو يدين أشخاص ميرجعلوش الدين أو يكفل أشخاص وسلامتك تروح عليك فحاول أنه ما تعملوا هاي الأشياء أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت التاسع يعني شيئا ما بتدعمك ولكن لا تعتمد على الحضوض كثير حاول إذا عندك امتحان عندك قضية قضائية جلسة يعني قضائية اعتمد على الأوراق والوثائق اللي تكون بين إيديك بالامتحانات حاول أنك أنت تدرس ما تعتمد على الحضوض نهائيا اللي عنده سفر ما رح يكون فيه عنده مشاكل الأمور رح تكون جيدة بأمور الانتصالات الخارجية برضو مع أشخاص خارج البلاد رح تكون برضو جيدة أما بالنسبة لبيت السمعة فما زالت الأمور ضاغطة على بيت السمعة فعشان هي كما نقول لك ما في داعي للمجازفات أو المخالفات أو الاندفاعات أو التهورات يعني بدك أنت أي شيء بشوه سمعتك حاول أنك تبعد عنه خلال هذه الفترة أما فيه أمر يعني حابين نحكيه أنه فيه من كل يوم رح يحب أنه يتغيب عن عمله أو يغيب عن العمل أو يتأخر شوي عن العمل يعني نوع من أنواع الإهمال حاولوا ما تعملوها وحاولوا أنه ما تدخلوا بمواجهات مع زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء في ساعات المساء رح تنشط إما بلقاء أصدقاء أو جمعة أصدقاء أو زيارة عائلية أو زيارة بعض الأشخاص يزوروكو أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة ورح يكون فيها بعض الإيجابيات لا إلك أما بالنسبة لبيتك 12 فما زال التوتر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك نقول لك امسك حالك بدون عصبية أو توتر أو مشاحنات مع أي شخص حاول أنك أنت تراقب وضعك الصحي حاول ما تدخل بخلافات انجز الأعمال الضرورية جدا المطلوبة منك حاول أنك تأخذ راحات شوي خلال هذه الأيام وإن شاء الله أنه الأمور بتمشي على خير برج الأسد تبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد عندكم نشاطكم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم مركزكم الاجتماعي فيه نوع من أنواع توضيح لوجهة نظركم أو الاهتمام بمظهركم ممكن اليوم يطلب منك هيك تدافع عن نفسك أو تشرح عن نفسك أو تبرغ بعض الأشياء عن حالك عندك حماسة فائضة اليوم مع نطاقة كبيرة بتنشغل بوضع حجر أساس يا لمشروع يا لفكرة يا لإتصال يا لتواصل يا علاقة مع شخص يعني فيه إشي هيك بتبدأ فيه لمرحلة جديدة حاول أنك تستغل الفرصة هاي لأنه إن شاء الله أنها المرحلة جيدة رح تملك أفكار باهرة وحلول مذهلة خلال هذا النهار وممكن أنك تبدأ صفحة جديدة في حياتك خلينا نشوف البيت الأول يعني طاقتك النفسية جيدة جدا مشحون بطاقة إيجابية خلال هذا النهار يعني شغلة بتدعمك ولكن حاول أنك أنت عصبيتك يعني شوي هيك تمسك حالك رغم أنه أنت عقلاني أكثر أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه الوضع المالي مصريف مصريف والله مصريف والله ما احنا عارفين من وين نجيبها ولا من وين نوديها ضغط مالي يا جماعة الخير والله الالتزامات هدت حيلنا يا جماعة الخير يعني اشفقوا على الأسود شويك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أما بالنسبة لبيتك خلينا من البيت الثاني بدناش المال يا عمي خلينا الأمور على ما هي خلينا على البيت الثالث يا جماعة عنا تنقلات وعنا اتصالات وعنا أمور اليوم إن شاء الله إيجابية نقدر نوضع وجهة نظرنا ندافع عن وجهة نظرنا يعني نقدر نقنع اللي حوالينا بوجهة نظرنا إن شاء الله يا رب نصل للإشي اللي بدنا يا خلال هذا اليوم ونحقق إنجازات كبيرة في منها رح يتحرك كثير من التحركات والاتصالات إن شاء الله هتكون مثمرة أما بالنسبة لبيت الرابع يا عمي بيت الرابع اليوم برضو نفس الإشي رح نهتم بمشاكل أحد الوالدين وقصة أحد الوالدين وممكن نهتم في صحة أحد الوالدين وممكن نطارد مع أحد الوالدين يعني أمور كلها إلا علاقة بالبيت بشكل نو جود يلا الله يمضيها على خير برضو على مستوى البيت أما على الإخوة لا الإخوة ماشي الأمور يعني منيلش بس يعني مع الوالدين هي أهم شي ديروا بالكم أهم شي رضا الوالدين يا جماعة الخير أما بالنسبة للعاطفة يعني بنقدر نقول يعني شوية الأمور العاطفية من عندك أنت جيدة ما في أي مشكلة بتحب عادي بنحب نحن كل أرياحية بس المشكلة أنه اللي قبالنا ما يختل ما يطلع لناش من أوعينا أهم شي العصبية أهم شي الحديين امسكوا عصابكم قدر الإمكان يعني حاولوا تكونوا جيدين مسالمين خلال هذا اليوم مهما صارت الضغوط العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على مستوى العمل يعني بنقدر ننجز الأعمال الموكلة لأننا بشكل كويس رغم أنه راح ننضغط شوي في العمل ولكن الأمور جيدة ممكن نهتم بصحتنا أو بصحة أحد الوالدين كمان رح يطلع لنا أحد الوالدين في الموضوع اليوم أما بالنسبة لها بيتك السابع بيت الشراكي المالية والعاطفية فالأمور ممتازة الحمد لله يعني على مستوى الشراكي يعني هادي بالنا خلال هذا اليوم إلا أنه إذا كان برج عاد من الأبراج اللي إحنا نيّلناها عليهم في البيت السابع تطلع على روسنا إحنا فيعني عادي مش بيدنا يعني الأمور مستقرة شيئا ما في نوع من أنواع التعاون أو الاتصال في آخر النهار ممكن مشوار أو طلعة أو يعني حركة هيك العلاقة بالموضوع الشراكي أو بعض التعاون في مسألة أو التباحث في مسألة بتتعلق في أمور الشراكي المالية والعاطفية أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني ممكن في آخر المساء كل الضغط المالي تليح فرصة أنه ممكن نستغلها يعني نقدر أنه ننشل حالنا ماديا يعني أو يجينا بعض الدعم المادي أو بعض المساعدات المالية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدعم من الشريك يعني واحد يكي تبقى معثرة معاه مرة تروح لهيه كرماني عليه تقول له حبيبي شايفيتك مضغوط هد لك الأقب من دينار سليك حالك في يوم طبعا عزة نفسنا بتمنعنا بس والله في اليوم هذا أنا بقول لكم يعني تنازلوا شوي تنازلوا إذا أجيكم شوية فلوس تنازلوا شوي وخذوها لا حولة ولا قوات لا بالله والله هم بضحك وهم ببكي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات الخارجية والعلاقات الخارجية ممتازة جدا ممكن اليوم يعني يصير فيه نوع من أنواع اللي عنده امتحان أو اتصالات أو سفر أو أمور لها علاقة بالامتحانات تقريبا كلها رح تكون إيجابية مدعومة بالحظوظ الكاملة يعني إذا فيه حدا تعرفوه مثلا تطلبوا منه دعم أو مساعدة أو استفسار معين أو اللي عنده سفر برضو الفترة هاي جيدة على كل الأمور أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بقول لك إنه حاول إنه بيت السمعة يعني حاولوا إنه شوي هيك يتمسكوا حالكو بدون أي مخالفات أو مجازفات أو تهورات خلال الفترة هاي أو أي شيء يشوه السمعة يعني بدكو تمسكوا عصابكو قدر الإمكان خوفا من أي تهور ما يعني وإذا وحد استفزكو في عملكو زملائكو رئيسكو في العمل بتقوموا بتسلموا عليه بتبوسوا بتقولولوا شكرا لإلك أنت زلم يا محترم إحنا ما بنا نسوي معك مشاكل الفترة هاي قلنا عم سعيد إنه يعني بنمسك عصابنا بس تمضي هالفترة هاي بورجيك اخ امسكوا حالكو يا جماعة الخير أما بالنسبة لبيتك 11 عمستوى العلاقات يعني ممكن اليوم علاقة معينة تساعدك في أمر معين أو ينشي لك في مسألة معينة أو يشور عليك في اتجاه معين فعشان هيك بيت العلاقات جيد جدا ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى دعوة لفنجانقهو إحنا قبلين بس إنها تزبط يعني إن شاء الله إنها الأمور جيدة أما عمستوى بيت المتاعب فالأمور أخف حدية على بيت المتاعب عشان هيك ما فيه أي شيء بخوف بالعكس بدعم شخصيتك عشان هيك بتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال وانت مطمئن البال وتهتم بوضعك وبصحتك وبغذائك إذا اشتهيت أكل معينة حاول أنك توكلها ما تأجلهاش برج العذراء يعني أنتو العذراء بالنسبة للكو يعني القمر موجود عنا عند الأسود فأكيد أنتو تعبانين لأنه بيت المتاعبكو إحنا بيت المتاعبكو فعشان هيك كيف تقديروا بالكو بما أن القمر موجود في بيت المتاعب يسيطر عليكو التعب حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب ما تحسم بقرار حاسم خلال هذا النهار حاول أنك تأجل لحديث ما القمر يوصل لعندك وحاول أنك ما تكون لحوح كثير على مسألة معينة برضو لحديث ما القمر يوصل لعندك لأنه ممكن يخذ لك الحظ أما بالنسبة لبيتك الأول يعني ما في نقول لك أنه ضغط كثير ولا إيجابية كثير الأمور محايدة تماما فهي بتتقلب تقلبات على مستوى المزاج طيلة النهار على حسب الوضع اللي أنت بتكون موجود فيه أما بالنسبة لبيتك الثاني فأمور المال ما بقدر أقول لك إيجابية يعني هي تقريبا فارغة لا حظ معك ولا سلبية معك ولكن أنه يعني مستقرة شيئا ما الأمور المالية رغم بعض الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم في عندك بعض التحركات أو الاتصالات يعني بعضكم ممكن يكون عنده تحركات أو اتصالات ممكن أن أشخاص منكم يكون عنده مقابلة أو امتحان يعني بنجز إنجاز نقدر نحكي شيئا ما مقبول أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم كثير في ضغط على مستوى البيت ممكن تهتموا بحدث منزلي أو مشكلة منزلية أو خطأ منزلي أو تصليحات أو ترميمات أو مصاريف منزلية أو بأحد الأفراد العائلة أو بأحد الوالدين أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا بقول لك ضغط كامل على بيت العاطفي فما زالت الأمور على المستوى العاطفي ضغطة طبعا هي لسه ضايلة لها كم من يومه هي بتضغط في هذا المجال فعشان هيك بدك تمسك حالك من العصبية والتوتر أثناء التعامل مع الحبيب وما تعتمد على الحظ نهائيا أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار وممكن تراقب وضع صحي أو إيشي العلاقة بالأدوية أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور برضو ضغطة في نوع من أنواع المشاكل أو الضغط على مستوى الشراك المالي والعاطفية فعشان هيك بدك تمسك عصابك أثناء التعامل مع الشريك أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف الضغط الأكبر رح يكون عليك هي مطالبات مالية لها علاقة بالشركاء يا شريكك العاطفي بطلبك في المال يا شريكك في المال بطلبك في المال فاليوم رح تنضغط على المستوى هذا حاول أنك أنت ترتب أمورك وتفوترها بالشكل العقلاني بدون ما أنت تدخل بمجازفات أو تهورات ممكن اليوم يكون عندك كثير من المصاريف حاول تمسك حالك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أن الحضوض مش دعميتك كاملة خلال هذا النهار فعشان هيك بتلاقي أنه لا تعتمد على الحظ خلال هذا النهار حاول أنك إذا كان عندك إمتحان تكون دارس ومستعد إذا كان عندك نوع من أنواع السفر ما تعتمد على الحضوض راقب أمورك بشكل جيد أوراقك وقت السفر معاد السفر الاتصالات رح تكون جيدة يعني في وضعك بالاتصالات رح يكون ممتازة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد رح يكون جيد بتدعمك هذه النقاط ولكن في الامتحانات بدك تكون مستعد وإذا عندك جلسة قضائية لازم يكون معك أوراق ووثائق تدعم موقفك في هذه الجلسة ولا بكون الأمر مش لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر فما زال بيت السمعة ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بقول لك أنا بدك تدير بالك حاول أنك أنت ما تجازف بأي شيء بشوه السمعة مهما كان ما تشوه سمعتك حاول أنك تنجز الأمور والأعمال المطلوبة منك وما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل ورؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي اليوم ممكن تهتم بعلاقة معينة أو بصديق معين أو بمسألة معينة العلاقة بأحد المعارف اللي يساعدك أو ينشي لك من مسألة معينة أو يتعاون معك في مسألة معينة أو تتشاور معاه في مسألة معينة ولكن أنه رح يكون في نوع من أنواع الدعوات أو يكون في نوع من أنواع اللقاءات ما بينك وبين الأصدقاء ممكن دعوة لمناسبة أو حضور حفلة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زال ضاغط عليك وطبعا حكينا أنه بيت المتاعب تقريبا طيلة الشهر رح يكون ضاغط عليك فعشان هيك بدك تظلك مهتم بإنجاز الأعمال الضرورية وتهتم بوضعك الصحي تراقب وضعك الغذائي بشكل جيد خوفا على الصحة يعني وتحاول أنك أنت ما تفشي سرك لأي أحد ما في داعي لا للمجازفات ولا المخالفات في هذه الفترة برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوي لحضور حفلة أو مناسبة بتكون تنقلاتكم مهمة وبتمتعوا بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية حتى السياسية ممكن تعرف لقاءات داعمة إلى خلال هذه الفترة لا تماطل بل تشجع على العمل الجماعي لأنه زي ما حكينا بيتك 11 القمر موجود فبدعمك على المستوى العلاقات العامة خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك باقي البيوت بالنسبة لبيتك الأول فارغ يعني ما في شيء يضغط النفسية عندك لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتكون رغم أنه في ساعات الصباح ممكن تتوتر من مسألة معينة أو تعصب على مسألة معينة ولكن الأمور بتمشي بسرعة يعني مدة ساعة أو ساعتين وبعدين بتنتهي أما على المستوى المالي فهي فارغة أيضا من الحظوظ ما فيه لا إشي بدعمك بحظ ولا نحس بعركس عليك فهي الأمور الطبيعية اللي أنت شغال فيها أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم إيجابي جدا يعني في عندك نوع من أنواع التنقلات والاتصالات تدعم من موقفك وممكن تنجز من خلالها كثير من الأعمال واللي عنده امتحان رح يكون الوضع جيد جدا بالنسبة له أما المشكلة الأكبر هي على مستوى البيت الرابع اليوم حاولوا تمسكوا عصابكم من أي توترات داخلية على مستوى البيت خصوصا مع أهل البيت أو المقربين لإلكوا من إخوة من جيران من أب أم أخوات أطفال أولاد يعني شغلة زي هيك بدكوا تمسكوا حالكم ما تتوتروا في شيء رح يشغلكوا اتجاه البيت أو أحد أفراد البيت يلفت انتباهكم أو تهتموا فيه في منكم رح يهتم في شيء له علاقة بالأعطال المنزلية أو بعض الصيانات المنزلية أو أمور تشغلوا على مستوى البيت أو المصاريف المنزلية أما بالنسبة لبيتك الخامس يعني شويها ممكن أن تكون في ساعات العصر يعني شوية فسحة أمل للقاء عاطفي أو اتصال عاطفي أو بعض التنفيس هيك على المستوى العاطفي ولكن إنها ما رح تكون بالقوة خلال هذا النهار ممكن في يوم ثاني تكون أقوى ولكن هذا اليوم ما رح تكون قوية كثير ولكن هي تمهيدا ليوم جديد أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه أنت مضغوط على المستوى الصحي أو ممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك أو بصحتك أنت أو ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأدوية أو ترتيب أمور علاجية أما بالنسبة لوضع العمل فأنت مضغوط عندك كثير من الالتزامات والأعمال بتأرقك خلال هذه الفترة حاول أنك أنت تنجزها بدون يعني حتى لو اشتغلت ساعات إضافية ما تخليها تتراكم عليك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه برضو نفس الشيء فارغ يعني لا حظ معك ولا نحص ضدك فالأمور على طبيعتها على حسب علاقتك مع الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا اليوم شايف أنه شوي في بعض الضغط المالي ممكن يتراكم عليك نوع من أنواع الضغط بالمصاريف أو المطالبات المالية أو المشترية لبعض الأشياء اللي أنت مش بحاجتها يعني نوع من الصرف حاول تمسك حالك من هذا الشيء على أساس أنه أنت ما تتذائق بالأموال وصير عليك مطالبات مالية أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو آخر يوم بالنسبة لإلك يعني نصف النهار لغاية ساعات العصر أو الظهر تقريبا بيكون الحظ دعمك إذا عندك امتحان أو مقابلة أو سفر يعني بيدعمك بشكل قوي جدا ولكن من ساعات الظهر لآخر النهار فارغا من الحظوظ تماما وما فيه نوع من أنواع النحس ممكن أنه يضغطك بهذا الاتجاه أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه ما زالت أمور السمعة برضو بنحذرك منها حاول أنك ما تدخل بأي شيء بشوه السمعة حاول ما تدخل بأي مجازفات ما تدخل بأي مشاكل مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل إنجز الأعمال المطلوبة منك بدون تأخر أو تباطئ أو تأجيل وما تتغيب عن عملك أو تتأخر عن عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور جيدة وممكن أنه اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وخصوصا في ساعات المساء في نوع من أنواع التواصل رح يكون مع بعض الأصدقاء يساعدك في مسألة معينة أو ممكن حتى تفضفضله في مسألة معينة أو يتم الاتفاق ما بينك وبينه ليوم اللي بعديه لللقاء أو خروجه أو نزهة أو فسحة اللي تفضفضه مع بعض أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو أقل ضغط اليوم عليك فعشانك بتلاقي أنه اليوم صحتك شوي أنت مهتم فيها بطريقة معينة عندك اهتمام بإنجاز الأعمال المتراكم لإلك رغم أنك أنت ملول من الأمر هذا لأنك تعتبره زي أمر روتيني ولكن حاول تنجز بدون أي تقاعص برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل هدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها يعني هذا بيت السمعة فعشان هيك بدكوا تهتموا في حالك أكثر وتهتموا في الأمور اللي إحنا ذكرناها وخصوصا أنه القمر موجود برضو في بيت السمعة فعشان هيك بدكوا تكونوا من تبهين من البيت العاشر خلينا نشوف باقي الخارطة الفلكية ونشوف إيش بتحكي لك بالنسبة للبيت الأول هو فارغ تماما يعني ما فيه لا إيجابية ولا سلبية بتأثر عليك فعشان هيك نفسيتك رح تكون على طبيعتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف الأمور ما فيها برضو هالاهتمام القوي يعني ما فيه هالبوادر الحضوض اللي تساعدك على المستوى المالي ولكن أنه فيه جرعة بسيطة هيك بالساعة الصباح أو الظاهرة ممكن تكون على المستوى المصاريف المالية حاول أنك تمسك حالك من المصاريف الغير لازمة وما زالت الأمور على مستوى بيتك الثالث بالتنقلات رغم أنه أقل اليوم الحدية ولكن أنه برضو من نبهك في أثناء التنقلات ما تعتمد على الحظ في الامتحانات حاول أنك أنت سيطر على نفسك وعلى عصبيتك ما تندفع ما تتهور وامسك أعصابك بطريقة مناسبة وحاول أنك تتفادى الإصابات أثناء التحركات أو أثناء العمل أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور اليوم خصوصا من ساعاته الظهر بتصير أحسن بالاتجاه الاستقرار على مستوى البيت رغم أنه فيه بعض الانشغالات على مستوى المنزلة فعشان يمكنك دير بالك من بعض الانفعالات في ساعات الصباح ما بينك أو التوترات اللي تلفت انتباهك باتجاه البيت من الإخوة أو من أحد أفراد العائلة أما فيه ساعات ما بعد العصر الأمور جيدة والحظ بيدعمك فيه أمور سعيدة رح تكون على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأمور ضاغطة أو فيه فجوة موجودة عاطفية ما بينك وبين الحبيب حاول أنك ما تتوترها وتطورها وتكبرها بعصبيتك أو حديتك أو انفعالك فتروح إلا أنت عامل مشكلة كبيرة معاه حاول أنك تمسك أعصابك طنش شوي في منكم ممكن يكتشف يعني ثغرة معينة ما بينه وبين الحبيب فتأثر عليه بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا بقول لك أنه الأمور على مستوى البيت السادس يعني شوي أحسن تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لها إلاك ولكن اليوم فيه عندك اهتمام صحي فيه مسألة إلاها علاقة بالأمور الصحية ممكن أدوية ممكن بعض الفحوصات ممكن مراجعة طبيب ولكن أنه مش بأمر سلبي يعني أمور عادية ولكن أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال وكي بتهتم فيه مسألة عملية أو بتلفت انتباهك بطريقة معينة ممكن يكون من خلالها خير للفترة القادمة أما بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية فالأمور فارغة تماما لا حظ بدعمك ولا سلبية بتأثر عليك أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا بقول لك أنه برضو اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع المطالبات أو المسائلات المالية ما بينك وبين أحد الشركاء المالي بالمال أو العاطفة أو بعض السؤال عن الأمور المالية ممكن أنه شوي يصير فيه نوع من أنواع الضغط على المصاريف حاول أنك أنت تتجنب المصاريف اللي ما الهداعي أما بالنسبة لبيتك التاسع يعني لآخر يوم بقدر أقول لك أنه مش آخر يوم طول الشهر يعني آخر يوم من الأيام اللي أجد متتالية في دعمك في البيت التاسع على مستوى الاتصالات الخارجية والامتحانات والسفر والتنقلات يعني كلها إيجابية اليوم بس هذه الإيجابية بتدعمك لغاية تقريبا ساعات العصر ولكن ما بعد العصر لا تعتمد على الحظوظ نهائيا في هذا المكان أما بالنسبة لبيتك العاشر فذكرنا في البداية إيش التوقعات لأن القمر موجود فيه فهو ضاغط بشكل سلبي أما تعمل أي شيء شوي سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى اللقاءات ممكن اليوم يكون فيه نشاط على مستوى لقاء مع دعوة حضور حفلة مناسبة مجاملة زيارة لقاء أصدقاء مرافقة أصدقاء يعني فيه نوع من أنواع الاتصالات على مستوى الصداقات أو العلاقات العامة أما بالنسبة لبيت المتاعب فشوي ما زال ضغطك فعشان هيك حاول أنك تنجز العمال الضرورية وما ترهق حالك ممكن تشعر ببعض التواعكات الصحية العابرة ولكن أنه بتلفت انتباهك إذا أنتوا من أصحاب الأمراض المزمنة إذا شعرتوا بإعراض غير اعتيادية راجعوا طبيبكو برج القوس بتنشطوا في السفر أو في اتصال بعيد أو بتشارك في حملة أو ورشة أو يعني إشي إلو علاقة بالعمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم ممكن في منكم بعض الأشخاص اليوم عندهم سفر أو رحلة وممكن يفرحوا لانفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة فيه نوع من أنواع الحيوية بتتحمس لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط يعني البيت التاسع بدعمك بشكل إيجابي ولكن أنا حاب أذكرك أنه اليوم بالنسبة للبيت التاسع هو آخر يوم بدعمك بهاي القوة بعدها الأمور رح تفقد طاقتها الإيجابية والحضوظ فيه حاول تستغل هذا النهار بشكل قوي جدا على مستوى كل الأمور اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم طاقتك عالي جدا إيجابية عالية جدا موجودة عندك أنت مشحون بالطاقة ولكن هذا الأمر ما رح يستمر طيلة النهار يعني لغاية ساعات المساء ودير بالك في ساعات المساء من التوتر والعصبية والإنفعال وممكن أنك شخصي وترك في مسألة معينة فتكبر الأمور وتتفاقم أما بالنسبة لبيتك الثاني فما زالت الأمور المالية ضغط عليك عليك نوع من أنواع الضغط المالي أو المشتريات أو المصاريف أو بعض الاهتمامات المالية ولكن للأسف الشديد أنه ضغطها كبير جدا وخالية من الحضوظ دير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه عندك كثير من التنقلات والاتصالات خلال هذا النهار ممكن أنها تحقق لك بعض الإنجازات إذا كان عندك مقابلة أو مناقشة أو امتحان فهو جيد جدا وبتدعمك بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه على مستوى البيت في نوع من أنواع سوء التفاهم أو الخلافات على مستوى البيت فعشان يك حاول أنك تقلل من الحدية تبعتك على أساس أنه ما تتفاقم الأمور ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية عندك وصلت لمرحلة قاسية جدا رغم أنه عندك اهتمام اليوم باتصال مع الحبيب ولكن أنت مضغوط داخليا أو قلبك مليان على الحبيب أو على تصرف من تصرفات الحبيب فعشان هيك بشغل فكرك أو بتنشغل على الحبيب بمسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على المستوى العملي وعلى المستوى الصحي رغم أنك أنت اليوم ممكن أنك تهتم في مسألة إلها علاقة بالأدوية أو إلها علاقة بمشتريات الأدوية أو بتراقب صحتك من انتجاه معين ولكن باقي الأمور على المستوى الصحي والعملي فهي جيدة جدا أما بالنسبة لبيت الشراكة فأنا شايف الأمور على مستوى الشراكة يعني قوية جدا تقدر اليوم أنك أنت تتحرك على مستوى الشراكة بشكل جيد في نوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين شريكك في المال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأمور خالية تماما لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك بتعتمد على جهدك أنت في طريقة التعامل بالأمور المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فأنا بقول لك دير بالك برضو ما زالت الأمور ضغطة على مستوى السمعة ما تعمل أي مجازفات أو مغامرات ممكن أنها تشوه سمعتك أو على مستوى العمل حاول أنك ما تتغيب أو تتأخر عن عملك وحاول تنجز أعمالك بدون مواجهات أو مشاحنات ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه برضو فارغة ما في حظ بدعم ولا في سلبية موجودة ولكن ممكن اليوم يتخلل بعض الزيارات أو بعض اللقاءات ما بينك وبين أحد المعارف أو الصداقات وخصوصا في ساعات المساء أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط عليك عشان هيك ما نقول لك دير بالك من إجهاد نفسك ما تتعب نفسك بالأفكار ما تفشي بسرك لأحد حاول أنك أنت تحذر من الأشخاص اللي حواليك ما تأمن شر أي شخص ممكن أنه أنت بتشك فيه وما تأمن سرك خوفا من تسريب السر ضدك برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرد أو ممكن تحصل على تسوية أو على شيء أنت كنت ترغبه في الفترة الماضية من نوع الدعم المالي بتناقش مواضيع مهمة وبتجتاز امتحانات صعبة عالج الشؤون العائلية المهمة خلال هذا النهار هيك القمر بحكي لك لأنه موجود في بيتك الثامن فعشان هيك بدك تهتم في الأمور مثل ما حكالك القمر أما بالنسبة للخارطة الفلكية فأنا بقول لك بالنسبة لبيتك الأول أنت اليوم رغم أنه عندك يعني أشياء إيجابية رغم أنه اللي حواليك يعني بحاولوا يشعرك بالطاقة الإيجابية ولكن أنت مخك مشغول في مكان أو في اتجاه ثاني حاول أنه أنت تنبسط في المكان اللي أنت فيه أو بالشيء اللي أنت فيه حاول أنك تفرغ الطاقة السلبية حاول أنك أنت تعطي اهتمام لنفسك أكثر عشان أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية للفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم الأمور المالية جيدة يعني ممكن اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي اليوم يحصلوا على بعض الأموال أو بعض الدعم بتساعدهم في أمور كثيرة أما على مستوى التنقلات فبقول لك أنه اليوم عندك تنقلات حاول قدر الإمكان رغم إيجابيتها ولكن عندك نوع من أنواع التشتت الفكري مش قادر تركز أنت في الأشياء اللي أنت بتعملها أو بتناقش فيها حاول تشحن حالك بطاقة قوية للنقاشات بدون عصبية وبدون توتر امسك عصابك أثناء التناقشات وحاول أنه أنت ما تغامر وما تندفع أثناء القيادة أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه الأمور جيدة على المستوى العائلي فممكن اليوم يرتب لك نوع من أنواع لقاعات لقاعات اللقاءات العائلية أو الاجتماعات العائلية أو ممكن تهتم في مسألة عائلية معينة إيجابية ما رح يكون فيها نوع من أنواع سلبية ولكن في قلق أحد أفراد العائلة يعني في جزئية تقلق بشأن أحد أفراد العائلة ولكن باقي الأمور العائلية هي جيدة جدا وممتازة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنت اليوم حاسس بفراغ على المستوى العاطفي في نوع من أنواع الفراغ الموجود لأنه لا في حظ موجود ولا في طاقة سلبية موجودة في هذا المكان في الفراغ اللي موجود هذا مأثر عليك بشكل كبير حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية كمان منكررها أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أن الأمور على المستوى البيت السادس يعني كثير ممتازة بالنسبة للوضع الصحي وكثير ممتازة بالنسبة للأعمال بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار بشكل إيجابي جدا أما بالنسبة للبيت السابع فعا مستوى الشراك المالية والعاطفية بلاقي أنا اليوم في نوع من أنواع الدعم رح يجيك في بعض التحركات ممكن تجيك تساعدك في مسألة معينة بشكل إيجابي جدا فعشان هيك بقول لك أن الأمور ممتازة على مستوى الشراكي ممكن تحصل على نوع من أنواع الدعم خلال هذا النهار أو الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بيدعمك من الناحية المالية خلال هذا النهار لا رغم أنه أنت يعني هذه الأموال بتجيك إما من شراكي أو من تعويذ أو من حا أو هبا أو مساعدة أو من هاي الأبواب كلها يعني فيه أمل لهاي الأمور ولكن مشكلتك أنه أنت تتجه للصرف بتحاول أنك تصرف حاول أنك ما تصرف في المكان الغير مناسب امسك إيدك شوي ويشتري الأشياء الضرورية فقط أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم اللي عنده سفر أو عنده اتصالات خارجية أو تنقلات خارجية أو عنده امتحنات فاليوم جيد جدا وممتاز وممكن إذا حتى في أشخاص لهم مع المؤسسات التعليمية مع المؤسسات التعليمية لقاءات أو حضور ندوات أو اجتماعات كلها رح تكون إيجابية ولصالحكم أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا شايف أنه شوي لسه صار الأمور على تجاه بيت السمعة ضغطة شوي فعشان هيك ما فيه داعي للمجزفات اللي بتشويه السمعة وحاول أنك أنت تنجز العمل المطلوب منك بدون ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل والأمور إن شاء الله بتكون ممتازة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنت اليوم شوي عندك كثير من الدعوات أو اللقاءات أو الندوات أو الاجتماعات أو لقاء الأصدقاء أو الدعم من الأصدقاء يعني فيه كثير من المناسبات اليوم ممكن إنها تخليك تنشط بينك وبين الأصدقاء أو المعارف رح يكون لك نوع من أنواع الشهرة أو نوع من المعارف الجديدة رح تدخل على حياتك بل لكن حاول إنك أنت ما تتحسس من مواقف معينة وما تستصعب من مواقف معينة أما بالنسبة لبيت متاعبك فبرضو ما زال اليوم ممتاز جدا على مستوى الدعم الكامل على مستوى بيت المتاعب حاول إنك أنت تستغل هذا النهار بإيجابيات وكاملة حاول إنك تهمش السلبيات أو تهتمش فيها إيش حنحلك بطاقة إيجابية والأمور إن شاء الله رح تكون ممتازة برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر حاذر الخلافات وما تضخم الأمور تبدو مرهف الحس متوتر بسبب قلق ما حاذر إثارة العداوات والبلبلة مزاجك متقلب وعصبي وممكن تثير النفور من حولك ليش؟ لأنه أول إيش القمر موجود مقابلك تماما وبضغطك بشكل مباشر خلاف باقي الكواكب اللي موجود في بيت متاعبك زي زحل زي المشتري زي بلوتو بالخلاف اللي موجود نيبتون اللي موجود برضو بيتك الأول بيتك الثاني بضغطك من ناحية مادية بخلاف أورانوس اللي موجود في الثور يعني كلها هاي فيه نوع من أنواع الضغطات حاول أنك أنت يعني تمسك أعصابك شوي فعشان هيك منقول لك على مستوى بيتك الأول يعني بيتك أنت كبيت يعني ادلوا نفسه يعني فيه نفسيته شوي متقلبة خلال هذا النهار ممكن أنه يعني فيه خلال ساعات المساء يتتحسن الأمور ينشحن بطاقة إيجابية يقدر من خلالها ينجز كثير من الأعمال ولكن في ساعات الصباح لا ممكن يمر فيه تجربة معينة أو موقف معين يثيرك ويخليك تعصب الزيادة أما بالنسبة لبيتك الثاني فما زالت الأمور المالية ضغطة يعني بشكل واضح تماما فعشان هيك منقول لك دير بالك من المصاريف لزيادة وما ترهق حالك وما تلتزم بالديون أو تشربك حالك بالديون الزيادة لأن الأمور ما فيها مسالمات يعني الأمور مش الطاقة الكبيرة بالعكس هي بتستنزف اللي موجود عندك وبتشربك هك في الديون فاحذر وحاول ترتب أمورك بطريقة صحيحة أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم أقل بالحركة والنشاط من اليوم اللي مضى فعشان هيك بدك تدير بالك خلال هذا النهار ما تعتمد على الحضوض إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو نوع من أنواع الاتصالات أو المواصلات حاول أنك تراقب حالك خصوصا من الأعطال أو الأشياء المفاجئة أما بالنسبة للبيت الرابع فأمورك على مستوى البيت فارغة تماما يعني ما فيه ضغط يعني يضغط عليك ولا فيه يعني ما فيه سلبية ولا فيه إيجابية بتتعامل على الطبيعة الموجودة إذا كان فيه مشاكل عندك يعني فيه مشاكل وإذا كان فيه إيجابية ومرحة مستوى البيت فالبيت مرح فهي الطبيعة أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي يعني لو لا تواجد بعض البصيص الأمل للعاطفي عندك أنت في حياتك في الفترة هاي ولا كان أنت فقدت كثير من الأمور يا دعم من حبيب يا إما من أشخاص بدعموك بالحظ يعني فيه حظ بدعمك في هذه الفترة هو اللي مساعدك فقط لا غير أما باقي الأمور فإنسى الوضع أما بالنسبة لبيتك السادس فأمورك على مستوى الصحة جيدة ما فيه أي مشاكل وعلى مستوى النفسي جيدة وعلى مستوى إنجاز الأعمال برضو جيدة رغم أنك أنت ملتهي شوي عن العمل ولكن أنه بتقدر تنجز أعمالك أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو ضاغط عليك اليوم بكون فيه مشكلة رح تكون ما بينك وبين أحد الشركاء يا بالمال يا بالعاطفي خصوصا فيه ساعات منتصف النهار اللي هي في ساعات الظهر فحاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك وما تنفعل عشان ما تكون هاي فيها خسارة وزي ما حكينا ببداية التوقعات عنه القمر موجود في بيت الشراكي فاحذر من اللي نحكي واستغل النقاط الإيجابية الموجودة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه ممكن يجيك بعض الدعم المالي من بعض الأشخاص يساعدوك أو بعض المساندة المالية أو ممكن أحد الشركاء يعني زوجتك تدعمك بقليل أو زوجك يدعمك بقليل من المال أو ممكن من أحد الشركاء بالمال يعني أنت مشارك حدا فيساعدك في مسألة معينة أما على المستوى البيت التاسع فهذا آخر يوم بقوة الحضوض على مستوى بيتك التاسع حاول تستغلها في كل أمر إيجابي أمر سفر اتصالات خارجية طلب دعم من الخارج مناقشات امتحانات أمور إلها علاقة بالمحاكم يعني كل هاي الأمور اليوم حاول إنك تنجيزها واللي عنده أمر لتجديد فيزا أو هجرة أو هاد يعني أو إقامة اليوم استغلوا لأنه بعدين هاي نسبة الحضوض راح تقل أما بالنسبة لها بيتك العاشر بيت السمعة فما زالت الأمور ضغطة عليك فعشان هيك ما في داعي لتشويه السمعة بأي تصرف مهما كان في عيون امرق بيتك وفي ناس بتستنى إنك أنت تصرخ فحاول إنك ما تخلي حدا يتشفى فيك في الفترة القادمة إنجز العمال المطلوبة منك حاول ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل وحاول إنك تداوم بوقتك بدون ما تتأخر أو تتغيب عن عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت أمور اللقاءات مع الأصدقاء أو المعارف موجودة بقوة ودعميتك ممكن يدعمك أحد الأصدقاء في مسألة معينة أو أحد المعارف حاول تستغل علاقاتك حتى في حل بعض المشاكل أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب ما زال مشغول فعشان هيك منقول لك احذر من الناس اللي بتستنى فيك تصرخ وإحذر من الأشخاص اللي بتتقمص لباس الصديق وهي بالواقع عدو بتتأمر عليك بالخفاء ما تعتمد على بديتك وعلى عقلك أني لا أنا صاحي لهم لا أنت مش صاحي لحدا في هذا البيت بالذات لما بقول لك احذر معناته بدك تحذر صح من كل الأشخاص حتى من الناس اللي تثق فيهم عاول ما تأمن سرك مع أي شخص عشان ما يكون صلاح ضدك برج الحوت ببدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية ممكن يعني يكون في هيك بعض الأمور اللي تخليك تكون مش منظم خلال هذا النهار حاول أنك تكون دقيق ومنظم ومراعي لظرفك ولظروفك ولمعنوياتك يعني القمر في بيتك السادس فبضغطك في اتجاه العمل والصحة عشان هيك بدك تنتبه للأمور اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة لبيتك الأول فنفسيا أنت مش بالثقة الكاملة في نفسك بالعكس أنت عصبي المزاج وبالعكس ممكن تصل لمرحلة أقولك أنت متهور حتى بطريق التصرفاتك عشانك بدك تمسك حالك من الاندفاع والتهور وبدك تكون عقلاني على طبيعتك لأنه أنت طبيعتك هادي إيش اللي موتر عصابك الفترة هاي حاول أنك أنت تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي موجودة عندك أما بالنسبة لبيتك الثاني أمور المالية فهي مش يعني ما فيه إيش إيجابي ولا فيه إيش سلبي ولكن أنت بتوصل نفسك لأنك أنت تلتزم بالأموال أو يصير عليك مصاريف أموال أو بتحط حالك في مواقف عشان أنت يصير عليك التزام بالأموال لا توصل حالك لهالمرحلة هاي حاول أنك تكون عقلاني تعرف أنه مين اللي معك ومين اللي ضدك عشان أنت ما تخسر فلوسك أما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك اليوم برضو كثير من التحركات والاتصالات والتنقلات في منها مفيد وفي منها مهم ولكن بدك تحذر أنه في ساعات العصر ولأخر النهار فارغة من الحظوظ فعشان هيك بدك تعتمد على جهدك الشخصي أنت وعلى قدراتك أنت ما حدا رح يساعدك في هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك الرابع فما زالت الاهتمامات البيتية والمشاكل البيتية والأرق البيتية هو اللي ملفت انتباهك عشان هيك بعقلانية حاول أنك تهتم في هذه الأمور ممكن تهتم في مسألة العلاقة ببعض الأعطال أو بعض المشاكل العائلية ولكن بقولك دير بالك بدون التوتر والإنفعالات والعصبية أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو فارغ تماما يعني لا في إيجابية ولا في سلبية أنت اللي بتتحكم في الأمر ولكن لا تعتمد على الحظوظ في هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فإحنا ذكرنا أنه القمر موجود فيه وإيش الأشياء اللي ذكرناها ببداية التوقع أما بالنسبة لبيتك السابع فيعني الأمور الشراكة بتتجه باتجاه وإنت بتتجه باتجاه عكسه تماما حاول أنك تتلاقى أنت وشريك المال وشريك العاطفي في نقاط تجمع ما بينكو مش أشياء تفرق ما بينكو أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو فارغ تماما برضو من الدعم ولكن برضو بلزمك بالمصاريف مصاريف العلاقة بمصاريف على الشراكة المالية والعاطفية وبعض الأمور القانونية أو الأمور الصحية حاول أنك برضو تنتبه لمصاريفك أما بالنسبة لبيتك التاسع في بعض الاتصالات اليوم يعني الإيجابية وأنا بنصح لآخر يوم بالنسبة للي عنده تجديد لإقامته أو طلب تأشيرة أو فيزا أو سفر يعني هذا يوم إيجابي بيدعمك بقوة فحاولوا تستغلوا لتوصيل الرسائل اللي بدكوا إياها أو حتى شراء الأشياء اللي بدكوا إياها من الخارج أو حتى تجديد الأمور اللي إلها علاقة فيك ولكن بعدها الأمور رح تكون ضعيفة رح تعتمد على جهدك أنت ما رح يكون في حظ بدعمك في البيت التاسع أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو فارغ تماما يعني بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك تقدر تتواصل مع زملائك بالعمل رؤسائك بالعمل بطريقة ودية وتحل كل المشاكل وبالعكس تصلح حتى وضع قديم ما بينك وبين شراء يعني زملائك في العمل تنهي خلال هذا اليوم وتبدأ بمرحلة جديدة وبدك تنتبه أنه انهي اليوم لأنه في الأيام القادمة رح يكون في ضغط عندك أكم من يوم على هذا الباب وخصوصا على مجال السمعة ومجال الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فما زال وضعك مشحون بينك وبين أحد الأصدقاء وفي نوع من أنواع التوتر في العلاقة لا تقل الشكوك تظلهم سيطرة عليك وتوصلك لمرحلة أنه أنت تشك في نفسك في النهاية أترك الأمور لحالها هيك وفكر فيها بعقلانية بس تخلص من هاي الأيام الحادي وبعدها رح تنتبه لحالك أنت وانصرك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه ما زال بيت متعبك ضغط عليك فعشان هيك دير بالك من المجازفات ومن مخالفات القوانين راقب غذائك وراقب صحتك ودير بالك من الوسواس والوسوسة واختلاق المشاكل وريح حالك ريح حالك خلي في نوع من أنواع الراحة ولا تأمن سرك على حد وفي نفس اللحظة ما تخلي حد يتحكم في حياتك في أصدقاء حواليك ممكن هم بقناع الصديق ولكن هم أعداء بالواقع ممكن هم من اللي يضروك فعشان هيك بدك تكون حذر بالفترة القادمة وبدك تعرف هذول الأشخاص مين عشان تعرف تتعامل معهم يبل ما الشمس توصل كاملة لكل برج الحمل بعدين هذول بدهم يعيشوا معك كمان سنة حاول تنهي معهم بطريقة عقلانية علشان ترتاح السنة القادمة من يوم عيد ميلادك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء